السلام عليكم يا شباب مكملين مع حضراتكم إن شاء الله في الأسئلة الجميلة اللي بترسلوها على القناة بناخد من التعليقات اللي في على القناة بعض الأسئلة الجميلة اللي ممكن تكون هتفيد كل المشاهدين إن شاء الله السؤال الأول معنا النهاردة من الأستاذ عبودة الشحات بيقول السلام عليكم يا دكتور سامح أنا عندي تحصين بكرة وعندي تشمة في الدجاج أأجل التحصين وأعالج برد ولا أحصن وأعالج بعد التحصين مع العلم عندي العمر 12 يوم شوف يا أستاذ عبودة تشمة ما هياش مرض احنا قلنا قبل كده التشمة عرض لكذا مرض يعني ممكن نرد فعل التحصين تغير في الحرارة سرعة الريح ما هياش حاجة يعني مخصصة معروفة إن التشمة دي خلاص مرض معين لا هي بس ممكن تكون محفز وممكن تسير نشاط البكتيري خط الدفاع الأول في المزرعة هو التحصينات يعني برنامج التحصينات دي خط الدفاع الأول فلو الأمور طيبة والنافق ما بيزيتش والأمور مستقرة والعلف مستقر أو يمكن في الزايد والمية كزالك في الزايد فده معناه إن مناعة وحيوية القطيع كويسة تقدر تستجيب للتحصينة فطبعا في حالتك أنت عمر اتناشر يوم مفيش داعي ان انا اعجل التحصينة خصوصا ان حضرتك غالبا بتحصن في مياه الشرب لكن لو حضرتك هتحصن رش ففي حالة الرش بيكون القلق اكتر والحرص واجب في حالة التحصين الرش فانت لو هتحصن شرب عمر اتناشر يوم وفي شوية تشمة مفيش منع انك تحصن عادي لكن في حالات تانية زي مثلا اللاسوتة هرش مثلا تحصينة في النهاية التحصينة لما تكون رش يا شباب اأجل حشوية لو كان فيه تشمة على اساس ان الرش ده هو ده الاخطر على الجهاز التنفسي طيب السؤال التاني معانا من الاستاذ محمد ابو زايد بيقول عندي ميكوبلازمة في فراخ بيضة عمر ستة وعشرين يوم اعمل ايه ولما يعرفش الميكوبلازمة في بعض الناس مش متخصصة او في الدجاج الميكوبلازمة نقدر نحط وبين كوسينو نقول علاج البرد يعني ممكن نعيد السؤال بطريقة تانية عندي برد في فراخ عمر ستة وعشرين يوم اعمل ايه لان غالبا بتبقى عرض الميكوبلازمة هي سببها الرئيسي هو البرد والتعرض لدرجات حرارة منخفضة فعمتا يعني ده اللي بيصير بقى الميكوبلازمة فالناس اللي فاهمة بتقول ميكوبلازمة والناس اللي مش متخصصة بتقول ايه برد المهم في الاخر اللي يهمنا العلاج ايه العلاج يا جماعة عبارة عن مضاد حيو من احد المضادات اللي انا هكتبها على الشاشة دلوقتي يعني كل المضادات اللي هتظهر دي اختار انت واحد منهم لا يجوز انك تخلط بينهم ما ينفعش انك تعمل بينهم خلط او دمج على اساس انك متخيل ان كده الكوة او النتيجة هتكون اقوى لا انت بتختار واحد فقط منهم طيب لو انت بتربي في المزارع هتنزل ايه ولو بتربي في تربية منزلية وفلوسك على قدك هتعمل ايه لو في المزارع هتنزل بالموتيل او ريسروميسين او سبايراميسين او طايلوزين او لينكوزبيكتين واحد من دول لو تقدر تضيف عليهم كولستين يبقى جزاك الله كل خير الكولستين طبعا للجهاز اللي معه يعني فانت بتختار واحد من دول علشان ايه علشان تعالج المايكو بلازمة اما لو حضرتك امكانياتك ضعيفة وبتربي مسلا في ميت كاتكوت فممكن ان انت تسأل على يعني الاتنين دول بيكونوا متوفرين عم تنفيز الصيدليات البيطارية البسيطة تقدر ان انت تحط برضو معهم كولستين هتلاقي ان شاء الله المهم ان انت بتحط واحد من الاتنين دول في الحالات اللي هي ايه الاعداد البسيطة سيه خمسين او ميت او ميتين كاتكوت طيب ندخل سريعا على السؤال التالت يا شباب السؤال بيقول معلومة عسى ان تفيدك جزاك الله خير من قناة الشامري الداجنة طيب يمنع اضافة المضادات الحيوية بعد اللقاحات فالمضادات الحيوية ازا تم اعطاها بعد اللقاح سوف يعطل ويفقد فعالية اللقاح طبعا هو الكلام ده يعني فيه اختلاف وجهات النظر لكن السابت لدي حاليا يا شباب ان المضاد الحيوي لا يؤثر على فعالية اللقاح من بعد اتناشر او بعد اربع عشرين ساعة يعني بعد اللقاح ما انت بتحطه في المية بمرور اتناشر او اربع عشرين ساعة بتبدأ ان انت بعد كده تحط جرعة مضادات حيوي مفيش اي مانع خالص ومش هيأثر خالص على اللقاح بالعكس ده انت بتعالج الاعراض السنوية او رد فعل التحصين يعني لما بتحط اللقاح او التحصين بيزهر بعدها بحوالي تمانية اربعين ساعة اعراض تنفسية ورد فعل فانت عشان تتفادى الرد الفاعل ده والنشاط البكتيري اللي بيحدث من اللقاح ده ممكن ان حركة تحط مضادات حيوي عادي مفيش اي مانع خالص ومفيش اي مشكلة بالعكس ده يفضل كمان وبكده يا شباب نكون خلصنا حلقة النهاردة كان معكم الدكتور سام عسل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته